احتفلت قاعة رويل ألبرت هول في لندن بمرور 150 عاماً على تأسيسها هي التي شكلت تارة صالة حفلات وتارة أخرى باحة رياضية وأحياناً حتى موقع تصوير وما زالت حريصة كل الحرص على إثراء رصيدها الفني المتنوع من فاغنر إلى ليدي جاغا مروراً ببيتلز وهندريكس وبينك فلويد استضافت قاعة رويل ألبرت هول منذ تدشينها عام 1871 وتسميتها تكريماً للأمير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا أكبر الأسماء في الموسيقى الكلاسيكية وأيضاً في موسيقى الروك والبوب إن قمت بتأدية عرض في رويل ألبرت هول هذا يعني أنني نجحت في مسيرتي بغض النظر إن كنت فرانك سيناترا أو ليزا مينالي أو أدل ما أقصده أن رويل ألبرت هول بالنسبة لجميع هؤلاء الفنانين يمثل ذروة مسيرتهم الفنية وبالإضافة إلى الحفلات الكبيرة التي أقيمت في الموقع دخل رويل ألبرت هول تاريخ ثقافة البوب مشكلاً مسرحاً لتصوير أفلام شهيرة مثل ذمان هونيوتو ماتش لهيتشكوك إلى روكاتمان أو لأحداث تاريخية كألقاء الجنرال ديغول خطاباً موجهاً إلى الفرنسيين الذين لحقوا به إلى لندن إبان الحرب العالمية الثانية